ساعة في الجحيم تلك التي عاشتها بعثة الوداد الرياضي مساء أمس السبتة بسبب عطب تقني على مستوى ردار الطائرة التي كانت تقل الفريق أثناء عودته من الكونغو الديمقراطية بعد مواجهته لمضيفه فيتا كلوب لحساب الجولة الخامسة من دور أبطال إفريقيا. وعاشت بعثة الوداد الرياضي لحظات خوف وهلع بعد تعرض الطائرة الخاصة التي اكتراها الرئيس سعيد الناصري لنقل بعثة الفريق الأحمر لعطب على مستوى الرادار في العاصمة الكونغولية كنشاسا ما اضطر ربان الطائرة القادمة من الكونغو صوب المغرب إلى تغيير اتجاه الرحلة صوب الغابون والهبوط بالعاصمة لبروفيل لتحييد الخلل الذي أصابت طائرة. وردد اللاعبون وأفراد الطاقم التقني والطبي والإداري آيات من القرآن الكريم وقراءة اللطيف والدعاء قبل أن يتنفسوا الصعداء ويسترجعوا أنفاسهم بنجاح ربان الطائرة في النزول الطرارية بالغابون. وقضت بعثة الوداد ليلتها بفندق أنوم بدولة الغابون في انتظار وصول طائرة أخرى لتقلها مساء اليوم الأحد نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي قد تمكن أمس السبتة من فرض التعادل السلبي على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي وانتزاع نقطة ثمينة حجز بها رسمية بطاقة التأهل إلى ربع نهائي من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية.